السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا السلام بكم بسمعني معكم باستاذ صفاء من قناة ايتيوك اللي بسمعنا الأول مرة وجهوا الفيديو لا تنسى ان تشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قناة ثالثة ايتيوك معرفة قناة ايتيوك شورت الثلاث قنوات مخصة للتعبير انشاءات وضايات ادميجية حلول تلخيص دروس وباقي محتوى القناة اتمنى منكم ان اشتركوا في القناة فضلا وليس امرا اكتب في البحث اسم القناة هتصار لك او ممكن تفتح زين القناة اسفل البدئات وتجد اسفل البدئات مويزة تجد باقي القنوات اليوم باذن الله وضعية المجانة جابات وصلبات الفيسبوك او الفايسبوك نمط حواري حجاجي هو اوصف الحوار والحجاج في نفس الوقت الوضعية اللي سنة 3 ورابعة متوسط ثلتة او رابعة متوسط عليهم الحجاج والحوار الحجاج مع الحوار. اه موجود في قنوات ايتيوك اه تعبر كثيرة ووضعيات ادماجية كثيرة عن الفيسبوك. اه موجود باكثر من النمط. موجود حجاجي فقط. موجود اه تفسيري فقط. موجود تفسيري توجيهي. يعني اي نمط تجدوه ان شاء الله تجدوه يعني تجدوه في القناة. اه نقرأ كده على بركة الله الوضعية. قررت فتح صفحة فيسبوك وجدت معارضة من والدي. بحجة انها مفسدة للاخلاق. وده رحوار بيني وبينه. وده رحوار بيني وبينه. هذه المقدمة الموضوع. اه لمحة بسيطة على الموضوع. وذكرت الحوار القائم بين الشخصيات هنا. هيكون في العرض. حوار قائم بين الشخصيات اللهم اه انا وابي. ممكن نغير هنا اه بدل بدل والدي ممكن نجعلها صديقي. حوار بيني وبين صديقي. يعني صديقي لا يحب اه اه فتح الصفحة على الفيسبوك. وانت تقوم باغناعيه وتذكر له الايجابيات. لك مطلق الحرية. هنا الحوار قائم بين الشخصيات هنا اه في العرض. قلت اريد ايا ابي ان افتح صفحة فيسبوك. هنا نقطة. انا لا اوافق على ذلك. قلت لماذا يا ابي? لماذا يا ابي? رد قائلا. ان الفيسبوك او الفيسبوك اضراره كثيرة. فهو يهضر المال والوقت. وينشر المهرمات والرذائل والاخبار الكذبة. يروج الاشاعات. ولقد اذبرت الابحاث انها يؤثر على صحة الانسان. في السبب له الاكتعاب والقلق وغيره. بالاضافة الى فساد النفس ودمر العلاقات. كما انها يؤثر على دراستك وغيرها. دي كده اه سلبيات او اضرار الفيسبوك. هنا اضرار سلبيات. ذكرناها اه في حدود اه خمس سطور. نكمل. قلت ان هذه الاضرار ليس الا نتيجة لسوء استعماله. وانا ارى او او ممكن اقول فمن وجهة نظري انه من افضل الوسائل والمواقع الاخبارية. انه من ممكن نضيف انه كمان اكتسب شعبية كبيرة في جميع انحاء العالم. اكتسب شعبية كبيرة في جميع انحاء العالم. فهو يتيح المستخدمي تبادل المعلومات ويمكن من خلاله ارسال الرسال واستقبالها. الاتصال بالاهل والاصدقاء. وكذلك وسيلة للتسليع والترويح عن النفس. يوفر الوقت والجهد والمال. ولولا لما تمكن الفرد من معرفة جميع امور الحياة. قال اذا الفيسبوك سلاحظو هدي. قلت نعم. وصدق من قال كل شيء يزيد عن حده ينقلبوا الى ضده. وقيل ايضان كثرة الابحار يؤدي الى الانهيار. دي كده العرض الخاتمة اه خاتمة الخلاصة الموضوع او الاستنتاج او اه المغزى اه التربوي من الحوار اه اطرق بيض مسافة كلمة وفي الاخير اقتنع والدي او اقتنع ابي بكلامي وقال الفيسبوك شأنه شأنه شأنك كافة الظواري الحديثة احتوى عن نفع الضار واذا استخدامنا بطريقة مثل نتجنب الاضرار. ايرب الحوار او الوضعية تكون ليست طويلة اذا كانت طويلة ممكن تلخيصيها بطريقتكم. اه 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 الموضوع او الوضع خط تحته باللون الوردي ده مؤشرات النمط الحجاجي. الوضعية بنمط حجاجي حواري. الوضع خط تحته ده مؤشرات اه النمط الحجاجي. انه روابط ولقد انه اذبرت ابحاث حجاج بالاضافة الى. انه روابط الا ارى انا وانا ارى انه ضمائر وابدار رأي شخصي. كذلك. ولولا. شرط. اذا. صدق من قاله اقتباسات. اه الشاهد. وقيل ايضا هنا عندنا شاهدين. ممكن نختار واحد فقط. اذا تريد تلخيص. اه واذا اخدرنا الطريقة موضع نتجنب الاضرار. اذا. اذر. اذا احتجاج. افعال هوار. طبعا اه اكيد اه اتلاحظوا ان اه حوار قال قلت. افعل اه. اه. الضمائر عفوا. اه اه. والسليب الانشائية. لماذا يا ابي. اه. وانتزم بعلمات ترقيم لانا تبع الحوار. اه نقطة الفاصلات. دي فاصلة. فاصلة فاصلة وغيرها. انهيت الموضوع يا رب يعجبكم الفيديو. اه اراكم في الفيديو القادمة. دمتم في العاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.